طيب في خبر مهم جدا عايز اقول لحضراتكم حالا لانه خبر حيوري حضراتكم ايه اللي بيحصل خلال هذه الفترة سواء من الاتحاد الافريقي او من اتحادات اخرى الاهلي بيطلب من اتحاد كرة القدم المصري مخاطبة كاف لتنظيم نهائي دوري الابطال استنادا الى انسحاب السنغال يعني ايه حول حضراتكم حالا طلب النادي الاهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم وبشكل عاجل بطلب للاتحاد الافريقي لاستضافة المباراة النهائية لدوري الابطال استنادا الى انسحاب السنغال من سباق التنظيم وهو ما كان يجب الاعلان عنه منذ فترة عملا بمبدأ الشفافية حتى يتقدم اخرون بدلا منها لكن لم يحدث حتى جاء قرار كاف باسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه بدلا لملعب بعينه بوصفه العرض الوحيد ويصبح للعام الثاني على التوالي يستضيف هذا الملعب ذات الحدث وهو ما يخالف العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية الاربعة التي تتنافس في الدور قبل النهائي للبطولة اذا بات نادم بعينه هو المستفيد دون غيره من قرار الاتحاد الافريقي ويلعب النهائي حالة تأهله على ملعبه ووسط جماهيره وذلك يتنافى مع قواعد اللعب النظيف تأتي هذه المطالبة للاتحاد المصري من جانب النادي الاهلي وهو الذي لم يتم خدوا بالحضراتكم كويس جدا 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 من الفقرة اللي جاية انا حشرح لحضراتكم ولكن الفقرة اللي جاية دي فقرة مهمة جدا النادي الاهلي وهو الذي لم يتم التواصل معه ولا الحديث مع مسؤوليه من اي جهة في هذا الشأن عند تقديم الاتحادات الاهلية المنود بذلك لطلبات الاستضافة للمباراة النهائية للدوري رابطة الابطال وفي ذات الخطاب جدد النادي الاهلي طلبه السابق بسرعة موافاة النادي بنسخة مصورة من كافة المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى الاتحاد المصري من الاتحاد الافريقي بخصوص تنظيم المباراة المشار إليها وشدد الاهلي على ضرورة مسندته في هذا الأمر وامداده بكافة المستندات بما فيها الخطابات التي أرسلها اتحاد كرة القدم وطلب فيها إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد وكذلك الخطابات التي تلقاها الاتحاد من كاف عند إعلانه عند بدء تقديم الاتحادات الاهلية لتنظيم نهائي دوري الابطال وشروط التقدم وذلك للاستعانة بكل هذه المستندات في الشكوى التي سوف يتقدم بها النادي الاهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة القادمة يعني إيه؟ هنا النادي الاهلي بيستند على شيء مهم جدا 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 حالك بتكلمني قوانين ولوايح حاضر هو مش كان من المفترض عندما تنسح بالسنغال بما أنها مقدمة لطلب لعب المباراة النهائية على أراضيها أو استضافة المباراة النهائية لدوري الابطال على أراضيها أو على ملعبها عندما تنسح بالسنغال المفروض إيه يحصل المفروض أنا كان الاتحاد إفريقيا يعمل إيه؟ أفتح الباب تاني مش أقول إن المغرب هي اللي تاخد خصوصا إن المغرب هي اللي منظمة السنة اللي فاتت إيه؟ إيه الكلام الغريب ده يا جماعة؟ هو إيه اللي بيحصل ده؟ طب هي اللاحة بتقولي أصلا ده محدش بعد حتى للاتحاد المصري لكرة القدم قال له هذا الكلام في وجود دولة نظامة أبلي كده يعني أنا كراجل شايف أنا اتحاد أفريقيا هو شايف إن ما فيش غير دولة واحدة والدولة التانية انسحبت طب ما أنا أفتح الباب تاني وأقول يا جماعة اللي عايز يقدم يقدم في خلال 48 ساعة ما حصلش هذا لم يحدث وبالتالي النادي الأهلي بيطالب اتحاد كرة القدم إن هو يبعد جواب يقول فيه هذا الكلام وإن يجب على الاتحاد الإفريقي إن هو يفتح باب التنظيم مرة أخرى وهنا النادي الأهلي حيتقدم رسميا بهذا الأمر طب يا عم أنت ما عملتش كده ليه عم الفالح أنت هوه من الأول البعض بقى من بعض بلايه وشجيء ناد الأهلي حيقولي الكلام ده طب ما عملتش ليه كده عم في المجلس إدارة الأهلي وفين القانونيين في الأهلي والأهلي الكبير والبتاع ما عملتش كده ليه من الأول عارف ليه حضرتك إحنا عملناش كده من الأول لإن أنا كنادي أهلي ما ينفعش أعمل كده دي المفاجأة الكبيرة بقى اللي لازم حضراتكم تبقوا عارفينها المالمين يا إسلامي اللي بيعمل الكلام ده. اللي بيعمل الكلام ده اتحاد الكورة. الاتحاد المحلي في كل دولة. الاتحاد المحلي في كل دولة هو اللي بيبعت لاستضافة نهائي دولي الابطال او نهائي الكنفدرالية. من غير ما يبقى عارف النادي الاهلي ولا نادي الزمالك ولا نادي البيراميدز ولا النادي المصري عارفين حاجة. فاللي بيبعت مين حضرتك? الاتحاد الاهلي. الاتحاد المصري لكرة القدم كان من المفترض عليه ان هو يبعت ويقول انا عايز استضيف المباراة النهائية سواء للكونفدرالية او لدور الابطال مش النادي الاهلي مش النادي الاهلي اللي بيعمل كده وبناء عليه كان هناك اتصال ما بين رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي الكابتر محمود الخطيب ورئيس مجلس ادارة اتحاد كرة القدم الاستاذ جمال علام اللي الاستاذ جمال وهم بيتكلموا مع بعض الكابتر الخطيب والاستاذ جمال علام ده واضح في البيان وهم بيتكلموا مع بعض استاذ جمال علام قال له انا في شهر ابريل بعدت جواب عشان استضيف مباراة نهائي دور الابطال والحقت الجواب ده بجواب تاني علشان نعزز الجواب الاول ان احنا عايزين نستضيف فالكابتر الخطيب قال له طب تمام ابعتلي بقى الصادر والوارد ما هون اي جواب بيجي لاتحاد كرة القدم او اي جواب بيخرج من اتحاد كرة القدم المصري بيبقى في حاجة اسمها صادر ووارد فالكابتر الخطيب قال له صور الحاجات دي لو سمحت علشان استعين بيها في المحكمة الدولية فهمتوا حضراتكم ليه النادي الاهلي ملوش يد في كل اللي بيحصل ده ما ليش دعوة انا ما ينفعش ابعت اساسا نادي الاهلي دلوقتي مسلا هو اللي في الموضوع صح بيبعت الاتحاد الكرة والاتحاد الكرة او الاتحاد اي نادي في العالم ده بيحصل في العالم كله مش في مصر بس اي نادي في العالم بيبعت للاتحاد المحلي والاتحاد المحلي بيبعت للاتحاد القري علشان اي حاجة فالنادي الاهلي ما يعرفش حاجة النادي الاهلي ولا يعلم شيء عن الموضوع ده تماما عشان الفلسفة بس اللي طالعين يقولك ما انتو كنت لازم تعمله وكنت لازم تطلبه وكنت لا يا عم انت فاهم حاجة ولا عارف والله يا العظيم تلاتة كل واحد طالع يدله بدوله وبيستات في الماء العكر وخلاص التعايز تسخن جمهور الاهلي على مجلس بأي طريقة وما تعرفش حاجة اللي طالعي والله ما عارف حاجة كلف نفسك بس وابحث عن اللي بيحصل على فكرة الموضوع مش اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا مصر لا خالص الموضوع اكبر من كده بكتير الموضوع ان الاتحاد كرة القدم او الاتحاد المحلي في اي دولة هو اللي بيبعت اي حاجة فيما يخص الاتحاد الافريقي وبالتالي النادي الاهلي طلبه حالا دلوقتي الجواب اللي انا قلته لحضراتكم طلبه تنظيم من خلال اتحاد كرة القدم ان اتحاد كرة القدم يبعت جواب سريع جدا بكرة الصبح او دلوقتي يقول للاتحاد الافريقي احنا عايزين ننظم نهائي دوري الابطال احنا ما نظمناهوش قبل كده مش احنا اللي نظمنا خلال الاربع سنين اللي فاتوا او التلات سنين اللي فاتوا المغرب نظمت من التلات سنين اللي فاتوا اربع مرات منهم مرة كان من المفترض ان يتم التنظيم فيها في المغرب ولكن المباراة النهائية كانت اهلي وزمالك وبالتالي اتلعبت في القاهرة فالنادي الاهلي بيطالب اتحاد كرة القدم ان هو يبعت للاتحاد الافريقي يقول له انا عايز ان نظم المباراة النهائية في دوري الابطال على وجه السرعة لان السنغال انسحبت وبالتالي كان يجب على الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان يفتح الباب مجددا ولكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اكفي على الخبر مجور ودي المغرب وخلص والموضوع خلص ويلا وده اللي اكد اللي انا قلته في بداية كلامي